في نص ساعات نتحدى في كل وضعين يا من نلقاك حزمك وروحك شبابية في نص ساعات نتحدى فيها مراح بيها جدية نظر على دينك ودنياك نحن رسالة اجتماعية تسسح والموضحك حداد تسسح والموضحك حداد في كل وضعين يا من نلقاك حزمك وروحك شبابية في نص ساعات نتحدى فيها مراح بيها جدية نظر على دينك ودنياك نحن رسالة اجتماعية تسسح والموضحك حداد تسسح والموضحك حداد أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة بنتحدى في نص ساعة لا شك بأن واحدة من أعظم القربات عند الله مسألة الاهتمام بالأيتام النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ولذلك كانت مثل هذه المؤسسات مثل مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية هذه المؤسسة التي تعنى باليتيمات بشكل خاص هذه المؤسسة التي تحاول أن تمد يد العون للآلاف من أيتام اليمن أهلا بكم طبعا مشاهدي الكرام الآن نحن في مؤسسة الرحمة وزي ما تشايفين هي يعني أساسا أنشات وهدفها الرئيسي الاهتمام باليتيمات معايا الآن الأستاذة فايزة عرفين عليك يا أستاذة وطبيعة عملك في المواصل الأستاذة فايزة مسؤولة وحدة التطوع في مؤسسة الرحمة ومسؤولة العلاقات والإعلام في المؤسسة كمان طبعا أولا أحب أشكركم دكتور سفيان وأشكر كمان تحدك في نصف ساعة لأنه مش أول مرة يغطوا عندنا في المؤسسة ما شاء الله كل سنة الله يكتب أقركم إن شاء الله المؤسسة زي ما شرحت هي أصلا إنشاءت لإحتضان اليتيمات فاضطرينا نحتضن أخوان البنات بحكم أنه بعض البنات يقوم مع أخوانهم طبعا المؤسسة تحتضن من عمر يوم سواء كان بني أو بنات إلى عمر 18 سنة البنات والأولاد إلى عمر 12 سنة كم عدد الأيتام واليتيمات الموجودة الآن عندكم؟ 480 تقريبا إيش أهم أو أبرز احتياجات المؤسسة؟ أخيل كم نحتاج بس نفقات تشغيلية غير يعني تخيل المصروف الشهري اللي هو مصروف اليد بالشهر يطلع علينا مليون وثلاثمين وخمسين ألف فإحنا ما نحبش نقول إيش أهم الأشياء اللي نحتاجها إحنا كل شي نحتاجه أو كل شخص يحتاجه في بيته إحنا نحتاجه في المؤسسة كمان نحب أطرح لكم نحن نحاول نفعل نداء أو استغاث الأهل الخير أنهم ينظروا لهذه الفئة فئة اليتيمات فكل من يزورنا يقول أنتم مؤسسة مكتفية ومؤسسة ما شاء الله إيتامها نظاف مرتبين فما تحتاجوش كالطفلما يكون نظيف ومرتب والبيئة أي والبيئة نظيفة هذا معناته أنه فيه اهتمام وفيه مصداقية في العمل عموما المشاهدية الكرام يعني إحنا في تحدي اليوم الهدف منه هو أيضا المساهمة بشكل أو بآخر في مساعدة هؤلاء الأيتام ولو حتى جزء بسيط منهم خلونا الآن ننتقل إلى المتحدي نشوف إيش هيعمل في تحدي اليوم خلوكم معي خلونا مشاهدية الكرام نشوف بعض الأخوان السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف والدنا الحقيق؟ الحقيق الله يحقيق كيف يجب أن نهتم باليتيم؟ أنا ما تبي معرفة ما تسمي معرفة تربت عند خالي بس ربانا خالي والله ما حسيت أن خالتي حتى بقصتناه بقصة أيهما أفضل اليتيم أنه مثلا تعطيه فلوس ولا تعلمه وتدرسه تعلمه وتدرسه تديره فلوس أفضل شيء تقدمه لأيتام أفضل شيء يقدمه لليتيم الأمل لأنه عندما يفقد الوالدين يحتاج الأمل وثقى بالنفس وهذا يعني أشوف هنا أفضل شيء يقدمه لليتيم المعاملة الطيبة الطفل اليتيم يستحق كل الرعاية كافة من ساعدات عينية ومالية وصحية وتعليمية وما إلى ذلك تعتقد أنه اليتيم يحتاج فقط إلى المال أم يحتاج إلى الرعاية والاهتمام يحتاج إلى الرعاية الصحية والتعليمية أكثر من المال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا من هو الذي آتاه الله الإسم الأعظم ثم قال عنه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث بذو الكفل أن مرود ابن كنعان لا أعتقد أنه نزلت في كيف اليتيم والله اللي جبضا عن دماغي والله ما غير سليمان كيف نبي الله سليمان والله يقول فمثله كمثل الكلب إيش رأيك لو تحصل ولد زيك يتيم كيف تتعمل؟ بإحسان تتعمل معه بلطف بلطف؟ يعني كيف اللطف؟ يا شيف عندي سؤال هذا بلعام بن باهورة ها؟ اليهودي بلعام بن باهورة بلعام؟ بن باهورة بن باعورة أيو بن باعورة برافو اسمك؟ عبد الرحمن الرضا عبد الرحمن الرضا عبد الرحمن الرضا هو المتعد في هذه الحلقة أنت جاوبت صح نزلت في بلعام بن باعورة كان يحفظ اسم الله الأعظم جاء له فرعون وقال له يا بلعام أدعو على موسى باسم الله الأعظم فرفض في البداية لكن زوجته النسوان جاءت زوجته تحاول أن تقنعه مقابل المال أنه يدعو على موسى عليه السلام في الأخير اقتنع بلعام وذهب إلى الوادي المقدس ليدعو على موسى باسم الله الأعظم في الطريق أنصاه الله اسمه الأعظم ونزلت هذه الآية على سيدنا محمد واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكل إن تحمل عليه يلهد أو تتركه يلهد هناك مؤسسة اسمه مؤسسة الرحمة لرعاية اليتيمات خاصة بالبنات اليتيمات البنات هذول بيعملين بعض الأعمال والمشغولات اليدوية هذه المشغولات شراشف صلاسة جاجيد مهمتك اليوم نجيب لك هذه المشغولات أنت تبيعها وبعد ما تبيعها نشتري ملابس للأطفال اليتيمات مادم هو دعم خيري إن شاء الله كلهم الناس يدعمه على بركة الله طيب عبد الرحمن الرضا مشاهدي الكرام الآن هو المتحد في هذه الحلقة هحنطلع فاصل وبعد الفاصل نروح إحنا وعبد الرحمن إلى مؤسسة الرحمة نأخذ الأدوات وتنك راقعين ونبدأ التحدي بإذن الله خلوكم معا نروح نأخذ المشغولات وإن شاء الله أن العمليات تكون سهلة بإذن الله هنا متوجعها إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر طالبين إن إحنا نبيعين بأضعاف أضعاف السعر مرتين ثلاث ولكن إن شاء الله أن الله يوفقنا ونبيع عنا بأضعاف هذا هو نابس وحوالا شيدا الحين نتوجه يلا موسيقى حياكم الله مشاهدي الكرام قبل فاصل تقينب عبد الرحمن طيب عبد الرحمن هو المتحدي جبنا الأدوات أخذناها سويا من مؤسسة الرحمة الآن مهمتك سيبدأ الوقت من الآن مهمتك أن نكتبع لنا العشرين قطعة هذه اللي موجودة هنا والعائد المالي سنستخدمه لشراء كسوة العيد لليتيمات لعشر تحديدا لعشر يتيمات من مؤسسة الرحمة نعم طيب يا عبد الرحمن توقيتك يبدأ من الأن السلام عليكم كيف الحال طيبين معنا يعني لمؤسسة اليتيمات تشتري قطعة دعم لمؤسسة اليتيمات سبب صلاة بستة ألف تبرع لمؤسسة اليتيمات وأشتري قطعة بستة ألف ريال سبب صلاة دعم لمؤسسة اليتيمات قل لي أحمد من يتعامل مع الأيتام يأكل أموالهم يأكل أموال اليتامة يسيء لهم كفاهة الآية اللي تقول إنما يأكلون في بطونهم نار أموال اليتامة نار في بطون آكلها السلام عليكم ورحمة الله عيش اسمال أخي العزيز علي علي بهر حياك الله يا عم علي وشهر كريم علي علي وعلي 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 بارك الله فيك هذه بخمسة ألف ريال هذا تبقى رمز عندك وتذكاري إن شاء الله تقبل الله منها ومنكم صلال عمال ما الذي يجب أن نقدموا للأيتام إحنا كمجتمع يعني نتركهم فقط نعلمهم نعطيهم فلوس ما هو المطلق نعلمهم نعطيهم فلوس نطيلهم من أي حاجة من أغلى نعطيهم فلوس نعطيهم فلوس نعطيهم فلوس هذا الصح معنا قطعا يشتين بيعين لصالح مؤسسة اليفيمات مؤسسة الرحمة هذا بستة ألف ريال كفية أو لنزي وهذا أنت شيل أين ما شتيك بزاك الله خير هيا شتروة صغار هذا ولا هيا عندك خير ما شاء مو إدنه بأين محمد السلام عليكم كيف حركة آخر عجيز أنا قطع لصالح مؤسسة الرحمة بأين واحدة بألف بألفين الواحدة خلاص ستة الف ريال ها تاتم دين الباقية هذا الباقية هذا الباقية هذا من الفين من الفين وهذا بستة وهذا من الف كدنا مش سيها لأطور طريبها كم عاقي هذا كم الفين الفين ثلاثة أربعة ندي لك قطعة هذا بخمسة ألف ريال يلا تمام هاته هاته مثلا الله يجزاك خير هذا حي طارق أشتراء في برنامج تحدي في نص ساعة أشتراء قطعة بخمسة ألف ريال لصالح دعم مؤسسة اليتيمات ما شاء الله يا طارق أشوفك شاية الشنطة اشتريت أيها بخمسة ألف بخمسة ألف ريال غالية لا خمسة أعادة لما لليتانا خلاص الآن البنت عشت معها عليها البنت عليها اشترت شنطة بألفين ريال لصالح دعم مؤسسة الرحمة شنطة ألف ريال بربعة ألف ريال شنطة ألف ريال والقطع التي نحن متوقعين ما تمشيش والله ما شاهدوا بدبل السعر بالتالي الأمور أكثر من طيبة خلونا بس نتابع للأخير نشوف إذا كان حيقدر يستمر للنهاية أو لا خلوكم معنا الذي يظلم الأيتام يأكل أموالهم أقول له إذا ما تعاقبت قريب بتتعاقب بعيد يعني في يوم من الأيام بيقل قضاب والله تعالى بيقزف الدنيا قبل الآخرة ما عنده ضوء ولا عنده رحمة اللي سؤل الأيتاء يعني أشذن بهم الحياة اللي خلتهم أيتاء أيهم أقصى على الإنسان أنه يفقد أمه أو الأب طبعا الأب أقصى حاجة في الدنيا لأن الأب اللي يروح ويجيب لنا المصاريف كل حاجة للبيت ألم صاح أن واحد نزعل عليها وعنك تهر عليها بس الأب أكبر صعوبة في وضعنا الحالي بيث هنا ما نشيجي في قدر حاد منه أتمنى لهم السعادة إن شاء الله الرحمة يلا شليها ليش اللي هذي بس ها بل فإنها أشترى بألفين ريال باقي قطعة واحدة باقي القطعة وستة ألف ريال السلام عليكم أي شمك العزيز معك برنامج تحدي في نصو ساعة ومعنا هذا القطع نعرضها لمؤسسة الأيتام ستة ألف ريال خمّل أي خلاص أمتعد المهمة يعني ما كنت متوقع أنها تبتع بهذا السعر يعني أشياء من خمسمائة بيعناها بألف أشياء من ألف وخمسمائة بيعناها بثلاثة ألف أشياء من ثلاثة ألف بيعناها بستة ألف أنا سمعت أنا سمعت تصفيق الآن قبل شوية الظاهر أنه عبد الرحمن كمل ما شاء الله يعني أنا عادة أنا شيء قابل واحد من الأخوان سمعت التصفيق بشر الحمد لله كمّلنا المبيعات كمّلت أخذت من الوقت أنت أربعة وعشرين دقيقة ونصف خمسة وعشرين دقيقة كانوا عادة العادة الذي يشتروا كانوا أكثر من الوقت يعني لو عاد في عندنا كان بيعنا هنا الناس الذي فيهم الخير والذي فيهم البركة والذي يريدوا الدعم للمؤسسة الترامة كانوا موجودين حتى زيادة عن هذا كم المبلغ اللي يشتروا معنا عادة موجودة نجمع نجمع على أساس ننطلق للمرحلة الثانية قبل معاك يتيمات من سن سنتين لا والله فيه من سن أربع أيام حتى حتى عشر سنوات لكن احنا بنأخذ عشر منين ولا هنه اليتيمات حوالي أربعمية وشوي لكن احنا بنشتري العشر عد هات عاد معه فيها ألف وميتين ريال ويشتي خرجها خليها أجر ما تخرج إلا المياه هذا ما قرت غالط ما شاء الله ما شاء الله تتوقع نوصل على مية ألف إن شاء الله 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 الشعب اليمني يثبت دائما إخواني في أغلب الحلقات والله العظيم إنه برغم كل المعاناة والمأساة اللي عايشين فيها لكن الإنسان اليمني يستعد أن يقسم معك اللقمة التي أكلها تسعة عشر أحداش اثنائش تلاتاش أربطاش خمس ستعاش ستعاش سباتاش تمنتاش سعطاش عشرين واحد عشرين اثنين وعشرين ثلاث عشرين أربع عشرين خمسة عشرين ستة عشرين سبع عشرين ثمان وعشرين ثمان وعشرين ثلاثين واحد ثلاثين 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 أربع ثلاثين خمسة ثلاثين ثلاثين 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ونصف هذي 52 ألف هذي 52 ألف بعدين واحد ثلاثة أربعة خمسة وخمسين ألف و... و... واربعمائة ألا مشاهديها الكرام حنطلع الواحدة من المراكز المتخصصة في بيع الملابس الجاهزة هو باع بأغلى ثمن وحيشتري برخص ثمن وانت وشطارتك زي ما كنت شاطر وبعتها بالقطعة بو خمسمية وبيعتها بألفين هتشتري القطعة بو الفين بخمسمية في مراكز أنا زي ما سمعت قريبة من المركز من هنا فحنطلع لهناك وهناك الوقت خلاص أنت حسمت الوقت لكن عشان تفوز لازم تتم مسألة الشراء يلا بينا موسيقى 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 واللادي وخمسة بناتي الآن رايحين نشوف المقاسات حق البناتي أشترينا هذه المبيعات من عندك ونشتي تحدون نسعارهم مشاهدي الكرام وصلنا إلى نهاية الحلقة 25 دقيقة أخذوا مع عبد الرحمن الرضا باع المواد اللي أنتجوها اليتيمات بأغلى ثمن وجاينا هنا على أساس أنه يشتري بأرخص ثمن على أساس أنه نقدم هدية للبنات بناتنا اليتيمان في مؤسسة الرحمة نقدم لهم عشر أطقم ولادي وبناتي وهي طبعا لا تعني شيء لما نتكلم عن 400 بنت ولد داخل المؤسسة إحنا فقط مجرد نوجه لكم رسالة أنه يجب أن تنتبهوا لهذه الشريحة المهمة في المجتمع شريحة الأيتام واليتيمات رسالتي لكل من يشاهدنا الآن عبر التلفزيون أنه تواصل مع مؤسسة الرحمة يقدم هدية الأيتام واليتيمات في هذه الأيام الفضيلة عسى الله أنه يرفع عننا كربة بسبب هذه الأعمال الخيرية التي ننفذها عبد الرحمن الرضا أخونا العزيز إحنا تحدينا وفعلا كان قد التحدي ومئة ألف من سمنت الوحدة ألف ألف مبروح من ناحيتي مشاهدي الكرام أنا ورفيدة نبغى نكمل التسوق ونشوفكم الحلقة الجاية على خير قولي لهم كل سنة سلامة طيبي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر اوتر في كل ربعين يا من يلقاك حذوق وروحك شبابيا منص ساعة بنتحداك فيها مرح بيها جدية وقعوا على دينة دنياك نحن رسالة اجتماعية بالرسخ والمضحة الحدام بالرسخ والمضحة الحدام نجد رموعين يا من نلقاك حزمك وروحك شبابية بالرسخ والمضحة الحدام فيها مرح بيها جدية وقعوا على دينة دنياك نحن رسالة اجتماعية بالرسخ والمضحة الحدام بالرسخ والمضحة الحدام